اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن علاج نقص فيتامين دال ايه هي الجرعات اللي العيان بيحتاجها لو عنده نقص في فيتامين دال وطبعا الحلقة موجهة للاطباء ولو الناس عايزة تتفرج على الحلقة عادي للمعرفة فقط لكن ممنوع استخدام اي دواء حتى لو فيتامين بدون استشارة الطبيب المعالج لحضرتك وما تنساش في البداية اعمل اللي لايك للفيديو فيتامين دال ده احد الفيتامينات المهمة جدا في جسمنا ومع الوقت بيكتشفوا ان له ادوار كتيرة جدا جدا في حماية القلب في حماية العمود الفقري في موضوع الشعر وتساقط الشعر في الصحة العامة في ان الانسان ما يشعرش بارهاك حتى لقوا انه الى حد ما بيحمي من السرطان لما تكون النسب بتاعته طبيعية ودراسات كتيرة شغالة على فيتامين دال وبتبان وبتظهر اهميته يوم بعد يوم والملاحظ دلوقتي بشكل كبير ان معظم الناس عندها نقص فيتامين دال بسبب اللي تتعرض للشمس الناس ما بقتش تعتمد على الزراعة بقى كله داخل المكاتب وداخل البيوت حتى لما بنيجي نتعرض للشمس في الصيف مثلا بقت الناس تحط سانسكرينز او وقيات شمس والدنيا يعني ما بقتش زي زمان وكمان الاطعام اللي احنا بناكلها بتبقى فقيرة بفيتامين دال معظم فيتامين دال موجود في سمك السالمون وفي بعض الاسماك كده لكن باقي المصادر الغذائية فقيرة بفيتامين دال وممكن الناس كلها تاخد فيتامين دال بجرعات وقائية وانت نفسك تعرف كده ازاي زي مثلا الطفل اللي لسه مولود تلاقي دكتور الاطفال بيكتب له فيدروب 4 نقط يوميا لمدة سنة يمشي عليه سنة كاملة ما هي دي جرعة وقائية الكبار كمان يقدروا ياخدوا من 1000 ل2000 وحدة دولية كل يوم كجرعة وقائية يعني الفيدروب دي ممكن ياخدوا نص قطارة او قطارة يوميا للكبار جرعة وقائية عادي جدا لكن خلينا دلوقتي نتكلم عن الجرعات للناس اللي عندها نقص في فيتامين دال عملت التحليل وطلع عندها نقص بدرجاته زي ما هنتكلم عنه هياخدوا جرعات ازاي بقى اولا الطبيعي ان التحليل يطلع من 30 ل75 او ل80 مثلا فلو شخص طلع التحليل بتاعه من 20 ل30 بنقول عليه عنده insufficiency يعني عدم كفاية او نقص بسيط جدا جدا اما لو واحد التحليل بتاعه طلع من 10 ل20 فده بنقول عليه نقص بسيط او mild deficiency لو طلع من 5 ل10 moderate deficiency او نقص متوسط اقل من 5 فده نقص جديد او severe deficiency موسي فيتامين دال المتاح في السوق منه نوعين اتنين ياما فيتامين D2 اللي هو ايرجو كالسيفرول او فيتامين D3 اللي هو كولي كالسيفرول يعني فيه فيتامين دال اتنين وفيتامين دال تلاتة والاحسن لو موجود فيتامين دال تلاتة طيب ايه الجرعات بقى لو التحليل طلع عند الشخص من 20 ل30 او من 10 ل20 المجموعتين دول بيمشوا تقريبا على الجرعات الوقائية عادي ندي لهم مثلا فيتامين دال 3 اللي هو كوليكالسفرول ياخدوا من 1000 ل2000 وحدة دولية يوميا زي مثلا أرس دفليندي 1000 أرس يوميا او في دروب مثلا نص أطارة إلى أطارة يوميا أما لو واحد التحليل بتاعه طلع من 5 ل10 فده نقص متوسط او مدر الدفشينسي زي ما قلنا فالعيان ده بياخد كوليكالسفرول من 3000 ل5000 وحدة دولية يوميا يعني ممكن ندي له ده في لندي من 3 تقراس ل5 تقراس يوميا اللي هو تركيز 1000 او ممكن ندي له مثلا فيدروب من أطارة ونص لأطارتين ونص يوميا وبيمشي على الجرعات دي من 6 ل12 اسبوع وبعد كده بعد 3 شهور بنعيد تحليل فيتامين دال ولو لقناه وصل للمستوى الطبيعي بيمشي بعد كده على الجرعات الوقائية اللي احنا قلنا عليها اللي هي من 1000 في اليوم او ممكن لو الكل كالسفرول مش موجود في الوقت ده ممكن ندي فيتامين دال 2 اللي هو إرجو كالسفرول حاجة زي الأوسو فورتين قرص اللي هو خمسين ألف وحدة كل شهر لمدة من 3 ل 6 شهور نديه لقرص واحد كل شهر ل3 شهور او 6 شهور وبرضو نتابع بتحليل فيتامين دال كل 3 شهور اما لو واحد عنده نقص في فيتامين دال والتحليل بتاعه طلع اقل من 5 فدي حالة سيفير حالة جديدة طبعا وفي الوقت ده ممكن ندي له القصفورتين ده اللي هو إرجو كالسفرول اللي هو الحباية 50 ألف نديهاله كل اسبوع لمدة 4 اسابيع وبعد كده تبقى كل شهر حباية واحدة كل شهر لمدة 3 الى 6 شهور وبرضو بعد المدة دي لو التحليل بقى مظبوط يمشي على الجرعات الوقائية بتاعته او هنا ممكن نستخدم الكولكالسفرول بنفس الجرعة اللي فاتت اللي هي من 3000 ل5000 وحدة دولية يوميا ونمشي عليها لمدة بقى 3 شهور او 6 شهور لحد التحليل ما يبقى طبيعي وبعد كده نرجع للجرعة الوقائية طيب ايه موضوع الحقن بتاعت فيتامين ديل زي مثلا ديفارول اس اللي ممكن تكون 200000 وحدة وفي منها 400000 وحدة وفي 600000 وحدة الفكرة انا عن نفسي بشوف ان الحقن دي ممكن نستخدمها لو الشخص عنده مشكلة في الامتصاص عنده مشكلة في الجهاز الهضمي عامل عملية وشايل اجزاء من الجهاز الهضمي مثلا وعنده مشكلة في الامتصاص فبنلجأ للحقن وجرعة الحقن دي بيحسبوها ان مثلا لو عيان هياخد 50000 وحدة كل اسبوع يعني في الشهر هياخد 200000 وحدة فبدل ما تدي له قرص 50000 كل اسبوع ممكن تدي له حقنة كل شهر اللي هي 200000 وحدة لكن الحقن يعني بنسبها اكتر للحالات اللي عندها سوء امتصاص او مشكلة في الجهاز الهضمي زي ما قلنا وبالنسبة للجرعات اللي انا تكلمت عنها فهسيب لك المصادر بتاعتها تحت في الوصف اسفل الفيديو وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحلقتكم